الزوجون لي أنتم، أنتم شو فيه، شو من لي أنتم؟ بس أبطلوك طيب، أنا أطلب قلبها أختم بآياتنا طيب أوكي، بس ما أختم بضحي تولي أخوي وأختي وأمي وأبوي يا جماعة خير أسعى ولعماركم أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إنه ما ينفعك لما قدك في قبرك لا مال ولا بنون ما ينفعك اللي قدمته في حياتك الجمعية هذه جاتك مصرحة من الدولة يقولون لك تعال هذا الشيء مصرح قدم فيه 350 ريال اكفل أهلك، أسرتك، أقاربك يا جماعة خير اللي ما عنده قدرة يدخل على القروبات، يرسل، يذكر ترى الدالة على الخير كفاعلة يا أخي أنت دللت شخص على الخير كان يكفى على الخير هذا والله يا جماعة أنا ما بجيبسك كبيدك ودخلك الجنة عملك اللي بدخلك الجنة أنت عملك اللي بدخلك الجنة أنت عملك اللي بيسعدك في حياتك وفي آخرتك أنت العمل هذا اللي بتقدمه أقسم بالله الذي الأهل له ما رح حد يقدمه لك إلا أنت بنفسك في 350 ريال يا جماعة خير وفي أطهر بقاع الأرض الأجر بأجرين وفي عشرة الحجة وفي يوم عرفة وصايمين وساعات الله سبحانه وتعالى نازل للسماء الدنيا ينتظر عبادها بس أحد من عبادها يقول يا رب هذه بنيةي وبنية والديي وبنية أخواني وخواتي وأقاربي وأصحابي وجداتي وجداني في ذمتكم أكثر الناس في ذا الوقت والله أنه ناسي جدانة جدتها وجده أنه ما يذكر له والديه فقط والديك أصلا ما عاد عندهم قدرة أنت جاست كد عليهم أنت جالس تعطيهم ما عندك أنت كموظف يا أخي هم جسدين يقضل منك يا أخي أنت جدانك والله أنهم يتمنون أنهم يقدمون لأبوانهم اللي هم جداننا هو يتمنى أبوك وأمك أنه يقول هذه 350 عني وعن والدي له جدانكم جدتك وجدك في جماعة خير اسعوا لعماركم افزعوا لنفسكم والله العظيم نحن في ضياع نحن ضايعين يا جماعة خير من كفيهات إلى شوالع إلى سيارات إلى طهب إلى وناسة إلى متى احنا عشد هذه الحياة استانس انبسط ولكن يا أخي فيه وقات يا جماعة فيه وقات لازم حنا ننتبه العمارنا فيها لازم نوقف عندها لا أقول هنا وقف وقف يا مسفر هنا في وقت استجابة وقت طاعة وقت رح يا أخي خلاص له يا أخي واللعب هذا ممجي عليه ونحق عليه حنا اليوم نسعى ونطامر ونقوم ونقعد نذكر الله سبحانه وتعالى ونطلب الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب يا كريم أنك تستعصدورنا بالإيمان وأنك ترزقنا وأنك تكتبنا الأجر في هذه الفضيلة في هذا اليوم الفضيل وفي هذا وفي هذه الجمعية جمعية جاتك قالت قناة الواقع سموا هذه الجمعية جايبينها لكم جايبين لكم جمعية مصرحة من الدولة لا فيها لا خبيا ولا فيها لا شك ولا فيها ريب ولا فيها منذ الكلام كله أبوه أبد أكثر الناس إذا قلت عندي حاجة بيك تبرع فيها أشكال لك قال يمكن بيها مصرحة يمكن فيها لف ودوران لا 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 أنا أعلمها لك على الشاشة الآن والله العظيم لها مصرحة جمعية مصرحة ولا فيها أي خلافات نهائيا وأنا مسوعة عن كلامي هذا أمام الله سبحانه وتعالى جمعية مصرحة وأيتام ينتظروني وينتظرونك يقول تكفي أبوي تكفي أخوي ويقول تكفيين يا أمي تكفيين يا أختي يزهمونكم حنا جمعنا أغراضنا كلها أنا أعقالي هذا ما راح أعيد به عندي أعقال ثاني الحمد لله رب العالمين أنا ثوبي هذا ما راح أعيد به عندي ثوب ثاني ولكن هم مش عندهم انتظروا منكم كسوة انتظروا منكم شي ترى تات مئة وخمسين هذي تتوزع عليهم في كسوتهم في شربهم في أكلهم في كل شي ما مش شرق بس لبسهم بس تفزعوا لهم بسكم يا جماعة خير عاد حنا على هذه الدنيا وعاد حنا بصحة وخير وعافية عادك تحرك إديك وتحرك رجليك والتنسم والنفس عندك طبيعي مهوب لي ولا هوبع ما قالوا على السرير ويرا تحرك أصبعك هتحرك يدك هتحرك رجلك يا جماعة عاد حنا في خير وستين ناعبه يا التجار يا أهل الملايين يا أهل الدراهم ترى حنا تعبنا من التصاويت ومسابقات أمور اللي تخابرينها أفزع عن نفسك في ذا اليوم يا أخي ما جي تضربك على يدك واخذ من درهمك قصب أفزع عن نفسك أفزع عن نفسك أفزع عن والديك أفزع عن جدانك يا أخي الأخوانك ترى عندنا أخوان وعند حدث رحنا مقصرين مفوسنا وعندنا قائل مقصرين مفوسهم فيجو يا أخي أسعب ليته يا أخي يمكن كان تصلح في هذا العمل عسنا الله يوفقنا وياكم يا ربي كريم ويجمعنا وياكم بجنات النعيم ويجعلنا وياكم إن شاء الله من المقبلين في هذا اليوم يا ربي كريم قلوا آمين جميعا الله أمين فيصل أبي آيات أبيك تلين قلبي بآيات ما عندك رتلنا الآيات واطل بقلوبنا طيب ترجمة نانسي قنقر